من مقر الاتحاد الدولي الاتصالات بجونيف يسرنا اليوم أن تكون معنا السيدة كريمة المحمودي مديرة مركزية بهيئة اتصالات بتونس سيدة كريمة أنت كذلك نائبة رئيس للجنة الدراسية المختصة في المسائل التريف والاقتصادية والتنظيمية بالاتحاد الدولي الاتصالات كذلك نائبة رئيس الفريق العربي لنفس اللجنة تجمشي تحكي لنا على تجربتك في الاتحاد الدولي الاتصالات وسر نجاحك في البركور الذي عملته في الاتحاد الدولي بالنسبة لي أول تجربة كانت في الاتحاد الدول الاتصالات بالنسبة للتقييس كانت سنة 2015 أول في نتاق التحذيرات للملتقى العالمي للتقييس اللي كان بشي اللي وقع في تونس في 2016 أنا وقتها كنت ضمن لجنة إعداد المحتوى بالنسبة للتونس وكانت أول مشاركة لي في التحذيرات أول مرة الحقيقة وقت لي أول مرة حالت الويب سايت متاع ليت يوتي كانت بالنسبة لي مفاجأة وقت لي كانت في الاجتماعي الناس تحكي على كونتروبيوشن ومتديز ومنعش الفرق شنو الفرق بينياتهم كانت لي الفرصة في مايي 2016 أني حضرت ترينينج تي اس بي هي اللي عملته هنا في تونس حضرت ترينينج هذا والبريزنتيشن اللي وقعت وقتها في الوقت هذيك كانت فيها تفسير للبروسيد للبروسيديوغ القولة معني ته كيفاش شنو الفرق بين كيفاش تاخذ البارول شنو ما مام اللي تاغم اللي بيش تستعملهم شنو ما اللي تاغم اللي بيش تستعملهم كان التاجابة بالنسبة لي أنا التاجابة الأولى مبعثي في آخر ترينينج أعطوينا ركوموندسيون إنو أحنا نجمو ونشاركو أونليني في الكوغ أونليني كيف كيف شاركت في الكوغ أونليني زيت كيف كيف زيت الحاجات اللي قريتهم في البرزنتاشون زيت تعلمتهم أكثر وزيت فهمتهم أكثر ومن بعد كنت المشاركة في الأمنتاء في الملتقى في المجمعية العالمية في حمامات زيت المشاركة متاعي غاديكا الحقيقة لوقتها زيت تفهمت أكثر وكنت في الملتقى هذية أول مرة وقع la proposition على السيسر أدوك ميتين بالنسبة على l'AMT 2020 بالنسبة لينا كان تجرب لتجربة ناجحة برشا كما نناها في ساعة ونص الميتين وصلنا على لتجربة ناجحة برشا ومع ذلك يكون انتخابة في 2011 اول اجتماع بالنسبة لجناة دراسية فيلسه لكن يوم بالنسبة للمتقام لتجربة ناجحة نعملو لهم نفروج بش نفسروا لهم كيفاشي نجمي لوجه على دوكيمان شنو الفرق باللي دوكيمان نفس البرزنتاتيان اللي أنا تلقيتها في مايه 2016 وليت من عام 2017 كانت تتجابة مع مونتر واحد داخل لكن من السنة هذي كنت أنا جي أسوري البرزنتاتيان هذي والحمدلله يا ربي دونك جي أفنس تري بيان سور سو بلو دونك احتضان تونس للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بحمامات 2016 كانت هي البوابة لدخول دخولك في أشغال اتحاد دولي الاتصالات ومبعد وليت أنت نفسك تشارك كمنتور يعني تراني لديليجي جدد بش يعرفوا كيفش يستعملوا الوثائق في الاتحاد دولي الاتصالات إلى آخره بالنسبة للهيئة شنو المردود بحضورك ومشاركتك في الاتحاد دولي الاتصالات لهيئة تنظيم الاتصال بتونس احنا بالنسبة للحضور متاعي أنا هوني والتي عنا فكرة أوسع على المسائل التنظيمية والاقتصادية في المواضيع اللي قاعدة تشغل في العالم اليوم اللي هي مثلا الأمفاس والأوتيتيز دونك هذوما مشاكل الشمول المالي والرومينج هذي مشاغل هي موجودة في العالم كامل وتخصنا احنا كتوينسا وكبلد عربي وافريقي في نفس الوقت وكريجولاتور معتا كهيئة تنظيم الوجود متاعي هوني خلال سهل برشا انه نفهم شنية لزنجوري موجودين في العالم كيفيش نجم كمان بروسيدي بالنسبة للمواضيع هذي دونك الحقيقة اعطاتنا تجربة جديدة وسهلت لنا برشا حاجات وسهلت لنا لكسي لبلوزير انفورماشيون بلوزير دوكيمون تكنيك دونك اللي بش يعاونونا انه احنا يدوم بمواضيع جديدة قاعدين في العالم الكل قاعدين اللي هما يشوفوا فيهم قاعدين يسون تغيتي دونك بالنسبة لنا احنا كهيئة تنظيمية المشاركتي هوني قاعدة تساعد فينا انه احنا بش نفهمه اكثر وبشكون عنا موقف بالنسبة للمواضيع هذي معالي الزوبراتور وبيني في دمو مع بقية الدول وبقية العالم في الختام سيدة كريمة عندك شي ميساج تقول لالبورليجون فام تونيزيان في الدومان تكنيك ولا ايكوناميك على المشاركة في الاتحاد دولي الاتصالات وهميتها بالنسبة لتمثيل دولتك احنا انا بالنسبة ليا كنت ديما نشارك في الاتحاد دول الاتصالات قطاع التنمية اولت مشاركتي في قطاع التقييس كنت في الفين وخمستاش نشجع نسيل كله انهم بانسور انهم يشاركوا في القطاعات متع لاي تيو خاصة لاي تيو تي خاطروا فيه المواضيع اللي هي المواضيع الجديدة الاستندار الجدد فيهم الحاجات اللي احنا تخليها ديما اب تو ديت بينهما مع العادي والانستخفرات اللي هي التغيرات اللي هما لاتيو تي اللي هما لاتيو تي واتيو ارز اللي هما كيف كيف يتقلب دونو الزجاجة اللي هما غيسو بانهما يتقلبون بالسيجة اللي هما ديجا سنتغطي دون دون قطة نشجع للنساء التونسيات ونشجع كل العاملين في قطاع الاتصالات في تونس أنهم يشاركوا في أعمال ITU خاتمين ينجمو كان يكتسبوا خبرة جديدة ومن نجمو كان يزيدوا في الخبرة اللي عندهم ويزيدوا في الخبرة اللي عندهم